اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويكون عنده مال ولو كان يبخل على الناس الباقين ما يخالف يعني لو انه مذموم لكن المصيبة انه يبخل على نفسه هو هذا الرجل ارزقه الله بكثير من المال وتم الرجال حريص على المال كان حتى يعني الاكل اللي هو ياكل يجيب ادنى الدون يعني ما هم رفهن نفسه وكان يصر المال صر وكانوا الناس اللي حواليه وربعه يلومونه وتم ذا الرجال سنين ما تزوج قال الحين انا اجمع ذا المال وتعبن عليه سنوات وتجي مرة اما اني اموت وتارثني وتاخذ مالي على البارد ولا يجون عيال ولا يذكروني بخير ويقعد يحش بالحسابات دي كلها المرادة من الرجال فات عليه العمر وهو يجمع في ذا المال حتى الاكل اللي هو ياكل بالحساب وبعض الاحيان لا شاف له حفل عنده قريب منه اما ناس معرسين ولا حفلة واحده مسول له حفل راح لهم يتعشى عندهم على اساس انه بس يكنز في ذا المال هو كان تاجر كان تاجر وعنده مال وعنده محل في السوق وكان يبيع ويشتري وعنده مال يعني تقول كنز لكنه يعني لان البخلة والشح هو نوع من المرض يصيب بعض الناس حتى لو كان ما هو بودة لكنه غصبا عليه هو مرض لا زاد عن الحد سار نوع من المرض وهذه طريقته الرجل هذا يوم اللي يوم رحت السنين عليه وكبر وصل عمره إلى خمسين سنة فجاه واحد من ربعه حبه ثلاء من ربعه القريب افلان ليش ما تعريسها الله يطول عمرك فيهم رية أنا صافتها لك مرة ما عليها حد جلس رجالها معها مدة بسيطة وتوفى بنت وكلن يتمنى منسب ومكسب من عرب وبنتهم كلن يمدحها يعني عمرها مثل ما تقول ثمان وعشرين تسع وعشرين في ذا الحدود خذ المرية ويا رجال يعني عمرك راح قال يا ولد وين أجيب لي مراه بكرة وموت وتاراثني شوفوا كيف يحسبها يا ابن الحلال يمكن هي تموت قدامك أنت الحين استمتع في حياتك وانت ما استمتعت في حلالك وانت رجالا غني والله رازقك وليش مقصر على نفسك قم الرجال ويطيعه ويتزوج ويأخذ المرأة ويوم خذها وتمته ينقص عليها هي بروحها كانت يعني وحيدة يتيمة بروحها مقطوعة وخذت لها رجال وميت النبيها ولا لها أخوان وتمته في بيتها لها ويعني حالتها ضعيفة فتمت عاشت معه يقصر فيها ما يجيب لها يعني ذاك الزاد ولا يعني بالقطارة مثل ما يقال واصبرت عليه وهو الرجال يتاجر ياخذ تجارته ويروح لمناطق ثانية مدينة ثانية قريبة عليه ويبدل البضايع اللي هو يروحها على بعير أو بعيرين ويشتري منك ويرجع وتهاجر لكن مصاب بمرض الشح ومرض البخل يقصر على نفسه وعلى زوجته ويقوم في طرشته والله في ذلك البلاد اللي هو جايها بكرة بينزل للسوق ويدخل المسجد يصلي صلاة العصر ويصلي صلاة المغرب في المسجد وينبهون بين بكرة هرمضان بكرة الصياء نبهوا بين بكرة الصياء قام الرجال وقاعد في المسجد يبغي بكرة يجي ويدخل السوق اركابه اثنين محملاتهم بالبضاعة قريبة من المسجد ويصلي صلاة العشاء ويصلون التراويح وقال الرجال في المسجد اسمعوا يا جماعة الليلة هذا بيتي في جنب المسجد ولد عمره في الثلاثين كده وقف عند المصلين عقم ما صلوا صلاة التراويح وتفضلوا للسحور تفضلوا كلكم ما هم مش محلكم جزاكم الله خير البيت قريب وتفضلوا هو فرح بها ويوم جاء عقم صلاة التراويح ويروحون يوم جاء ثم لاي عن عام يعني كل ما تشتهيه النفس موجود وقال لهم الولد وهم اتسحروا الفطور يا جماعة القابلة والعشاء أبدا المجلس مفتوح وأهلان عام اللي تشوفونها كلها موجودة سبي والإنسان اللي جاي ولا ضيف ولا جاي للبلاد خبروه والمجلس مفتوح جزاكم الله خير الجماعة تخبرون حوالي الناس من الول ضعيفة وفرحوا بالعلم فطور بلاش وعشاء وسحور وقريبا من المسجد هو فرح بها الرجال ويقوم وتسحر عندهم وصلي صلاة الفجر وبيدخلوا السوق وبيجي بصلي صلاة الظهر وبيقعدين للفطور عند الرجال في المجلس وبيتعش وبيتسحر خلاص لقى محفول مكفول فرح بهاه ويروح ويبيع بضاعته ويسأل ذاك الرجال في السوق قبل لا يروح للفطور قبل لا يرجع قال له يا ولد الرجال اللي مجلسه مفتوحه في جب المسجد ويعزم ذا الناس وتسحرنا عندها البارح بنفطر عندها الليلة إن شاء الله وبنت عشق وبنت سحر هذا منين جاب المال تخبرون دايما الإنسان الطماع البخيل مهما عطاه الله من الثروة إلا أنه إذا لقى واحد ثاني فوقه أو أكثر منها فلوس وده يتمنى أنه مثله ما يقنع برزقه اللي الله أرزقه شلون حصل وشلون يا أخي يبعثر ماله كده وكيف يعني هو مستنكر عليه أنه يسوي فطور وشحور ويدور الأجر وما حسبها يعني ما حسب ما يعرف الأمور هذه قال هذا طال عمرك ولد خذ له مره والمره هذه ثرية ورجالها كان بخيل وكان يصر الدرهم ويجمعها يجمع الثروة وعقم ما مات الرجال وورثته المره المره ما عليها أوليد صغير أو ابنية صغيرة ومره في مكتبل عمرها وعندها مال وجاء هذا الولد الشباب الذي شفت مستعدا للزواج واخذته وافقت على الزواج منه ولد بيضمها وبيضم حلالها وبيضم وهو أصلا كان في غير الولد هذا ودى الحين شوف الرجال الرجال هذاك مات ولا استفاد من حلاله وقال الولد وش اسمه قال اسمه قضاع الولد هذا اللي يخذ المره هذه اللي عزم الرياجي البارح اسمه قضاع قال قضاع قال لي ويروح الرجال خلاص عقله موفي ويروح ويصلي صلاة الظهر ويفطر عندهم ويتعشى ويتسحر يوم جاء بكرة يشد على أركابه عليها شوي بضاعة ويروح له له يوم جاء ويدخل السوق ويفتح دكانه ويا نفسه وش تشتهي ويأخذ جميع البضايع كلها جميع ما يبغي البيت كله كامل زوجتي استغربت واش يا فلان واش اللي يخير حوالك واش اللي يقال يا مره اسكتي مني انا جاني شي ما جاني في حياتي اسكتي لا تكلميني نبي نبيد المال قبل يبيدنا لا تكلميني يقول لا تكلميني نبي نبيد المال قبل يبيدنا وقبل يجي للمال قضاء ويأكله خذها عبرة قال بكرة هنا بموت وبيجيني ذا هو ولا واحد مثله ويلقاه على الجاهز ويقعد يتكرم ويعزم ذا الناس وهمه باللي جمع ذا المال أنا اللي جمعته واصبحت خسران وقام الرجال وخذها عبرة وصار الرجال وتغيرت أحواله وصارت طرشته وشي اللي هو شافه يعني غير أحواله من حال إلى حال وصار وانحم على زوجته وتغيرت أحواله حتى ربعه شافوه قالوا يا فلان انت غيرت قال اسكتي لا تكلموني الحمد لله اني اللي حقت نفسي قبل لا موت وهذه يعني الله قسم لي الخير اني شفت العبرة بعيني قبل لا موت وانحم على نفسه ومن ذاك اليوم وبيته مليانة من جميع النعم ولا حد رجع على عادته الأولى هذه سالفتنا اللي حبيت الناس معكم إياها عزيزان المشاهدين أرجو أني قدمتها بشكل مطلوب وإلى حلقة أخرى وسالفتين جديدة ومع السلامة اشتركوا في القناة